الى اجل مسمى وبشكل مؤقت ودون تبعات ضرب الدولة العراقية واختراق عمق اجهزتها هكذا قال للعراقيين من اعلنوا تأسيس ميليشيا الحشد قبل سبع سنوات لقتال تنظيم داعش فاذا بهذه الجماعات غير المنضبطة وغير المستندة الى عرف دولي او مرجئية وطنية تصبح الداء العضال الذي اصاب الجسد العراقي في مقتل تأسس الحشد بظروف اقتصادية صعبة وجو طائفي مشحون ومؤسسة عسكرية مترهلة فتهافت عشرات الالاف من الشباب العاطلين عن العمل لينضموا لهذا التشكيل الجديد المؤسس افتراضا لقتال داعش لا غير كما برر لتشكيله اكذوبة المرجئية الوطنية لهذا التشكيل الميليشياوي انكشفت منذ البداية عندما صال وجال قاسم سليمان في صفوفه كقائد عسكري غير معلن وفي مسيرة الحرب مع داعش لم يخلو الحشد من النفس الطائفي المصرح به مع ارتكاب جرائم يندى لها الجبين ضد المدنيين ووثقتها كل المنظمات والوكالات الدولية انتهت الحرب مع داعش فاذا بهيكلية الحشد تتوسع وتفرض نفسها على الساحة بدلا من حلها وبدأ زعماؤها يضفون طابع القدسية على هذه الميليشيات مدعين ان الله اراد لها ان تحكم العراقيين هناك ارادة الهية لهذا المولود المقدس ان يبقى وان يثمر ان شاء الله السعادة الكاملة والعدالة الحقيقية بظهوره صلوات الله وسلامه عليه بعد مرحلة داعش بدأت ميليشيا الحشد مرحلة التغول على الدولة العراقية وتنفيذ الاجندة الايرانية اقليميا وصارت بمثابة الوصي على العملية السياسية فضربت كل من عارضها او انتقدها وشكلت رأس الحرب في قمع ثورة تشرين والافخان في قتل الناشطين والمتظاهرين وتعذيبهم واخفائهم حتى لم تعد منطقة في العراق الا وكرهت وجود هذا التشكيل العسكري فانفض عنه كثير ممن خدع به في السابق ميليشيا الحشد اصبحت باجماع المراقبين والمتابعين دولة عميقة تحكم قبضتها على الامن والسياسة والاقتصاد كل ذلك في ظرف سبع سنوات عجاف فكيف لو جثمت سنوات اخرى على صدور العراقيين اشتركوا في القناة